بعد أن اتخذ حفتر الحرب على الإرهاب عنواناً عريضاً لهجومه على العاصمة ولما اكتشف مقاتلوه المغرر بهم حسب اعترافاتهم لدى قوات الوفاق أن خصومهم في الجبهات ليبيون ليس بينهم إرهابيون وكذلك انكشف الأمر لمناصر حفتر وللمجتمع الدولي أيضاً تحولت المعركة إلى حرب مقدسة عنوانها الجهاد فبأي معنى استدعي هذا المفهوم في البداية بدى الأمر وكأنه غير مقصود إذ ورد الجهاد في معرض تجاهل حفتر لدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية تبدأ في الأول من رمضان وتستمر أسبوعاً قابلاً للتجديد فاحتج الناطق باسم حفتر أحمد المسماري على رفضه لوقف إطلاق النار بأنهم حاربوا من قبل في شهر رمضان ولم يتوقفوا خلاله وبأن رمضان هو شهر الجهاد صحف غربية التقطت هذا الإسقاط في مقال عنوانه موقع بلومبرغ بحفتر يواصل الجهاد رغم نداءة الأمم المتحدة وقد جعل الموقع كلمة الجهاد بين ظفرين وفي ذلك دلالة لا تخطئها العين نظراً لحساسية هذا المفهوم الذي طالما تذرعت به المجموعات المتشددة كالقاعدة وتنظيم الدولة لقتل الأبرياء فضلاً عن الخصوم لكن الجهاد الذي بدى عرضاً سرعان ما أصبح قاعدة رسمية للقتال وعنواناً جديداً تم استدعاؤه بكل دلالته الفقهية فقد أسطرت هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الثني فتوى بإيجاز إفطار مقاتل حفتر خلال شهر رمضان من أجل ما سمته التقوي على الجهاد الأكثر خطراً من الفتوى ذاتها ما استندت إليه الهيئة لتبرير فتوها فقد احتمدت لذلك حجتين أولاهما حديث مسند إلى صحيح مسلم جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى لمرافقه بالإفطار وهم في حال قتال للمشركين أما الحجة الثانية فما نقل عن ابن تيمية من أنه أفطر في قتال التتار وأفتى للمقاتل بالفطر القياس الذي كان منهج لجنة إفتاء حفتر يستدعي قياساً آخر لابد منه وفق المنهج نفسه وهو اعتبار المدافعين عن العاصمة من الليبيين المسلمين كفاراً ومشركين باعتبار حديث مسلم وتتاراً بالقياس إلى فتوى ابن تيمية السؤال الذي تطرحه هذه الفتوى هو إذا لم تكن حجة الإرهاب مقنعة لمقاتل حفتر للإقبال على القتال في محاور العاصمة بعد أن أسقطت في الميدان فكيف يمكن إقناعهم بأن خصومهم على الجبهات من أبناء جلدتهم يشبهون التتار ومشركي مكة أما الحقيقة التي كرستها فتوى فقهاء حفتر فهي هويتهم المدخلية التي ظلت على مدى خمسة أعوام تحلل الانتهاكات والقتل حيثما حل حفتر وقوته في منهج يكرس التكفير في محاربة الخصوم وهو المنهج ذاته الذي راح ضحيته آلاف القتلى من الأبرياء في العراق وسوريا وأفغانستان وفي أوروبا وأمريكا أيضا فهل سيجني معسكر حفتر على نفسه بمثل هذه الفتاوى التي تحول ليبيا من دار إسلام إلى دار جهاد اشتركوا في القناة